وجع الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات مشروع مستقبل مصر مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية وضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المينيا وبن السويف وكذلك مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم ترجمة نانسي قنقر